موسيقى نبدأ تجولنا القصير مشاهدين بين الصحف العربية لهذا اليوم من صحيفة الإمارات اليوم التي عنونت بين صفحاتها البوتاسيوم صديق القلب أوردت مجلة ومن النمساوية أن الأطعيمة الغنية بالبوتاسيوم مثل الموز والبروكولي والبطاطس والسمك والدواجن تعد صديقة للقلب إذ أنها تساعد على الوقاية من تصلب وضيق الشرايين ما يحد من خطر الإصابة بالأزمات القلبية والسكتات الدماغية ونتحول وإيانكم مشاهدين إلى صحيفة البيان الإماراتية التي نقرأ منها تغييرات جذرية مرتقبة في فيسبوك تختبر شركة فيسبوك تغييرا كبيرا في صفحة المستخدم نيوزفيد تدرس تقسيمها إلى قسمين بحيث تفصل الإعلانات عن الأخبار الشخصية بخطوة قد تدفع بعض الشركات إلى زيادة إعلاناتها ويضم حائط المستخدم في فيسبوك حاليا مجموعة متنوعة تتراوح من صور الأصدقاء إلى تحديث من أفراد الأسرة إلى إعلانات ومواد من المشاهير أو صفحات أبدى المستخدم إعجابه بها لمتابعتها نطالع من صحيفة الغد الأردنية جامعة صينية تمنح الطلاب درجات مقابل إنقاص الوزن تسعى جامعة جيانكسو الصينية إلى تحفيز طلابها الذين يعانون من السمنة المفرطة على فقدان الوزن لتحسين صحتهم من خلال تسجيلهم في برنامج تأهلي خاص وإن الجامعة سجلت الطلاب في برنامج خاص يقضي بمنحهم درجات مقابل ما يخسرونه من وزن ختم مشاهدين من صحيفة الرأي الكويتية إيرادات أمازون دوت كوم تقفز نحو 34% في الربع الثالث من هذا العام أعلنت أمازون دوت كوم عن قفزة بلغت نحو 34% في إيراداتها في الربع الثالث من العام مع حصول نشاطها للتجزئة على دعم من مبيعات يوم التسوق الخاص برايم دي وقالت أكبر شركة في العالم لمبيعات التجزئة عبر الإنترنت إن أرباحها زادت إلى 256 مليون دولار في الأشهر الثلاثة حتى نهاية الشهر الماضي اشتركوا في القناة